موسيقى خلال استقباله المفوض العام لوكالة الأونروا الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر المطلقة للوكالة واستعدادها الكاملة لدعم مشروعاتها الرئيس السيسي يؤكد تقدير مصر لتعاون مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بتغير المناخ والسكرتير التنفيذية للاتفاقية الأممية للتغير المناخ تشيد بمواقف مصر التاريخية تواصل العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا ومحادثات جديدة بين شورتس وماكرون وبوتين لخفض التصعيد الثالثة في القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر المطلق لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين جاء ذلك خلال استقباله فليبا لازاريني وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والمفاوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وخلال استقباله باتريشيا إسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أكد الرئيس السيسي سعي مصر للبناء على ما تم إنجزه من نتائج خلال قمة جلاسجو الأخيرة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد فيليب لازاريني وكيل سكرتير العام الأمم المتحدة والمفاوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين أونروا وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة مفاوض وكالة الأونروا مؤكدا سيادته دعم مصر المطلق للوكالة للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين ولكونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسئولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية خاصة في مجالي التعليم والصحة كما أشار السيد الرئيس في ذات السياق إلى أن مصر تؤكد خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية تقديم الدعم اللازم للأونروا لسيما مع الظروف المادية التي تواجهها والتدعيات السلبية المترتبة على جائحة كورونا وذلك بهدف الحفاظ على استمرار عملها بالشكل المطلوب مع استعداد مصر للمساهمة في دعم بعض المشروعات الخاصة بالوكالة وبما يسهم في التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين خاصة من خلال المبادرة المصرية لأعادة أعمار غزة والتي دخلت في مرحلتها التنفيذية الثانية من جانبه أعرب السيد لازريني عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس مستعرضا دور وكالة الأونروا والتحديات الحالية التي تواجهها في ظل تفاقم الأوضاع على المستويين الإقليمي والعالمي مؤكدا تعويل الأونروا على دور مصر التاريخي والمقدر في حشد دعم المجتمع الدولي للوكالة لمواصلة دورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين كما أشاد مفاوض الأونروا بالأولوية الكبرى التي توليها مصر لملف تحسين الأوضاع بالأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة والتي تنعكس على الخطوات المتسارعة المتخبة لتعزيز الجهود الجارية الخاصة بأعادة أعمار القطاع في إطار المبادرة المصرية بتخصيص 500 مليون دولار لهذا الغرض كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي السيدة باتريشيا اسبينوزا السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السيد الرئيس أكد تقدير مصر للتعاون المثمر والمتنامي مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية تغير المناخ وتأثيراتها على العالم والتطلع إلى تركيز هذا التعاون والتنسيق للتحضير لقمة المناخ العالمية القادمة كوب 27 في شرم الشيخ وذلك في إطار سعي النصر للبناء على ما تم إنجازه من نتائج خلال قمة جلاسجو الأخيرة بهدف الوصول لحلول والتزامات عملية قابلة للتطبيق دوليا فيما يتعلق بمواجهة التحديات المناخية وحشد التمويل الدولي الضروري لذلك من جانبها أعربت السيدة اسبينوزا عن تشرفها بلقاء السيد الرئيس وتطلعها لأن تكون القمة المقبلة التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ قمة فارقة في قضية التغير المناخي مشيدة في هذا الإطار بالمواقف التاريخية ذات الصلة لمصر لسيما مع كونها من أولى الدول النامية التي تبنت سياسات حاسمة بشأن ملف تغير المناخ فضلا عن الجهود الوطنية المبذولة حاليا للاهتمام بملف البيئة ودعم التحول الأخضر ومجابها بظاهرة التغير المناخي بما فيها من خلال بناء المدن الخضراء والتحول لوسائل النقل النظيف وأصدار السندات الخضراء وكذا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور علاء النهري نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة دكتور علاء بعد التحية كيف تقرأ التعاون بين مصر والأمم المتحدة في إطار قضية التغير المناخي ولقاء السيد الرئيس اليوم بالسكرتير التنفيدي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ السيدة باتريشا اسبينوزا طبعا السيد الرئيس بيأخذ دايما اجتماعات مع المسؤولين سواء في الأمم المتحدة أو الدول الفاعلة في التغير المناخية مجنش جديدة على الشيطة المناخ السيدة دايما طبعا الأمم المتحدة بتحتمل جدا بموقف منصر وتؤيد لأن حتى إحنا طوني جوتيرش لما كان موجود في منطقة 26 يعني أعلن أن هو عبد إحباط واحد ما تمن من مجموعة العشرين لعدم بردو تبنيها اللي هو الصرف أو المئة مليار دولار سنوية للدول النمية وإن كان الأمل لم يترمعد وبالتالي أمم المتحدة ووجدت أن مصر من أهم الدول في المنطقة ومن أكثر الدول اهتماما بالتغيرات المناخية والتخدام الطاقة المظيفة والمتجددة مصر النهاردة من أفضل عشر دولة عبسوة العالم بتإنتاج الطاقة الجديدة ومتجددة فهنا عاركين من طاقة الشمس أو الطاقة الشمسية في أطوان محطة الزبان وعندنا برضو في منطقة البحر الأحمر جبل الزيد وزدع فرانة الطاقة الرياح في جانب أن مصر مقبرة إن شاء الله سنجاحة بإنتاج السارة الكهربية على كل دي أقلم من الانبعثات الحرارية المسببة الأساسية لإتغارات المناخية وهو الوقود الهفوري والفحم والبترولي فأمه تعالى طبعا سعيدة جدا من مصر بتاخذ اتجاهات قوية جدا وبعدين مصر لها تأثير كبير جدا من القارة مصر أيضا هي الممثل القاري للقارة الإفريقية في هذه القمة المرتقبة كوب 27 وسؤالي لك دكتور يعني الأجندة الخاصة التي تحملها مصر لكي تمثل قضايا القارة الإفريقية المناخية والشواغل التي هي تتصدر أجندة البيئة بالقارة الإفريقية طبعا وده موجود مش للدول الإفريقية بس على فكرة فمصر شايلة أجندة الدول النامية كلها يعني الدول النامية كمان مش الدول الإفريقية فقط يعني ديما أستاذ الرئيسي تكلم على الدول النامية وكلم على الدول الإفريقية فالنهاردة إن شاء الله في كوب 27 اللي يأخذ إن شاء الله في مغامبا للسنة دي أنا حاسس أنه يبقى فيه لي تأثير كبير جدا على دول العالم لسبب يعني إحنا في كوب 26 رئيس الروسي والصيني مرحوس ولا بيتمه وإستراليا لما تهتمه بشكل جيد والبرازيل رئيس البرازيل وما رحش برض لكن إحنا دينا علاقات طيبة جدا نفيد الرئيس اللي علاقات طيبة جدا مع الصين وروسيا وغمية دول العالم وبالتالي هيكون لي تأثير على الأقل في حضور ويكون حضور فاعل لهذه الدول وبالتالي هيكون إن شاء الله قرارات كوب 27 اللي هو في شرب الشيخ اللي هو مصر من أكثر من سنة الجاهز دي يعني قبل ما ناخد صوافة كوب 27 مصر الجاهز لإذا مصر هتواثقة إن هي هتكسب اللي هي الصوافة المؤتمر لن نعرف قيمتها بالضبط في العالم والعالم برضو بطيب مصر عندما تدور كثيرة فاعلة في التغرات المناخية وفي الحد من أثار التغرات المناخية الدكتور على النهر ينائب رئيس المركز الأقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك هذا وقد التقى وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 ووزيرة البيئة ياسمين فؤاد المنصق الوزري مع مبعوثة المؤتمر باتريشيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية الاتفاقية وبحث شكري مع المبعوثة الأممية استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر كوب 27 نظمت بعثة مصر الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي حلقة نقاشية حول موضوع تمويل المناخ والأولويات الإفريقية يأتي ذلك استمرارا لسلسلة الفعاليات التي ينظمها وفد مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي حول الأولويات الإفريقية في مجال تغير المناخ وفي إطار التحضير الجاري لاستضافة الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ شهر نوفمبر المقبل أعلن قصر الإليزي عن اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكران والمستشار الألماني أولاب شولتس والرئيس الروسي بلاديمير بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية كان المسؤولون الثلاثة قد أجروا اتصالا هاتفيا الخميس الماضي طالبوا خلاله فرنسا وألمانيا الجانب الروسي بوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا أكد البتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كونتشينكوفا أن القوات الروسية دمرت 3491 مرفقا من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا حتى هذه اللحظة هذا وأكدت وزارة الدفاع البريطانية استمرار القتال شمال غربي العاصمة الأوكرانية كييف مع تمركز الجزء الأكبر من القوات الروسية على بعد نحو 25 كيلو مترا من قلب المدينة كانت وكالة رويترز للأنباء قد أفادت نقلا عن وسائل إعلام أوكرانية بأن القوات الروسية تتمركز حول كييف وتغلق مدينة ماريبول فيما أشارت وسائل إعلام محلية في وقت سابق إلى دوي صفرات الإنذار في مختلف أنحاء أوكرانيا بما في ذلك في المدن الكبرى مثل كييف وأوديسا ودينيبرو وخار كييف نقلت وكالة رويترز عن مصادر أوكرانية تصرحات لرئيسة بلدية باسكييف الأوكرانية ناتاليا بلاسينكوفيتش بأن هجمات صاروخية روسية دمرت قاعدة جوية أوكرانية بالقرب من البلدة الواقعة في منطقة كييف وأوضحت المسؤولة المحلية الأوكرانية أن الهجمات الصاروخية الروسية أصابت أيضا مستودعا للذخيرة من جانبه شدد الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينيسكي على مواصلة العمل مع المفاوضية الأوروبية لتسريع اندمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وأشار إلى أن كييف تنتظر حزمة عقوبات أوروبية جديدة على روسيا كما أكد زيلينيسكي أن القوات الأوكرانية تبدل جهودا قصوى لإجبار القوات الروسية على التراجع لافتا إلى تدمير 31 كتيبة روسية يتي ذلك في مقالة مستشار لمكتب الرئيس الأوكراني إن المواثقة على طلبات روسيا مستحيلة لأسباب عسكرية والسياسية هذا وتعمل برلمان الأوكراني القوات الروسية باختطاف عمدة مدينة ميليتيوبول في جنوب أوكرانيا مشيرا إلى اعتقاله خلال توجده في مركز للأزمات بالمدينة لمتابعة مسائل تتعلق بالإمداد أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين التزام بلاده بسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ومواصلة تعزيز الدعم الأمني والاقتصادي والإنساني للشعب الأوكراني وخلال اتصال هاتفي مع نظريه الأوكراني ديمترو كوليبة أشار بلينكين إلى أن الشعب الأوكراني يواجه قصفا متزايدا من قبل القوات الروسية واستعرض الجانبان خلال الاتصال نتائج الاجتماع الثلاثي لكوليبة مع نظريه الروسي والتركي كما أعرب عن مخاوفهما حيال تصعيد روسيا حملاتها الإعلامية ضد أوكرانيا قال سيرجير ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية إن روسيا مستعدة لاستئناف محادثات الحد من التسلح مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا كانت واشنطن مستعدة لذلك وأضف ريابكوف أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن مازالت مستمرة مشيرا إلى أن الكريملين لا يرى أي مؤشرات على استعداد واشنطن لمواصلة الحوار بشأن أوكرانيا كما أكد ريابكوف أن المقترحات بشأن الضمانات الأمنية التي أرسلتها روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطية قبل دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا لم تعد ساريا بسبب تغير الوضع حاليا بشكل تام اتهمت الولايات المتحدة روسيا بانتهاك مبادئ السلامة النووية قائلة إنها قلقة من استمرار القصف الروسي على منشآت نووية في أوكرانيا لكنها أضافت أنه لم يتم رصد أي مؤشرات على حدوث بعسات للإشعاع حتى الآن وفي تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أكدت وزيرة الطاقة الأمريكية في تغريدة على تويتر أن أجهزة مراقبة الإشعاع في معظم أوكرانيا لا تزال تعمل رغم أن الولايات المتحدة قلقة من نقص البيانات وذلك من مراقب الضمانات في تشيرنوبل وأكثر من محطة للطاقة النووية داخل أوروبا أكدت وزارة الدفاع الأمريكية عدم وجود مؤشرات على تحرك القوات البيلاروسية داخل أوكرانيا وذكرت الوزارة في بين لها أنها على علم بتقارير عن إطلاق صواريخ من داخل الأراضي البيلاروسية نحو أوكرانيا ووضحت أنه ليس لديها ما يؤكد ذلك بدوره قال رئيس هاية الأركان العامة في بيلاروسيا فيكتور جولتيفيتش إن بلاده ليست لديها خطط للانضمام إلى الهجوم الروسي لافتا إلى أن نقل قوة بيلاروسيا إلى الحدود مع أوكرانيا لا يرتبط بأي حال من الأحوال بأي استعداد أو مشاركة في الهجوم ضد أوكرانيا شد وجذب بين روسيا والدول الغربية على خلفية الأزمة الأوكرانية المحتدمة وفي تطور آخر بشأن الأزمة يواصل الجانبان تبادل الاتهامات بشأن الاستخدام المحتمل للأسلحة البيولوجية داخل أوكرانيا اتهامات متبادلة بين روسيا من جهة وكل من الغرب وأوكرانيا من جهة أخرى بعد أن أثيرت مخاوف من الاستخدام المحتمل للأسلحة البيولوجية على الأراضي الأوكرانية موسكو ومن خلال مبعوثها إلى الأمم المتحدة دعت إلى اجتماع مجلس الأمن الدولي للتأكيد على أن أوكرانيا تدير مختبرات للأسلحة البيولوجية بدعم من وزارة الدفاع الأمريكية اتهام نفته واشنطن على لسان المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مؤكدة أن اجتماع مجلس الأمن لمناقشة مواصفتها باتهامات موسكو المعلنة دون أدلة عن أنشطة بيولوجية أمريكية في أوكرانيا يمكن أن يكون ذريعة لشيء جار تنفيذه الأمم المتحدة من جانبها أكدت أنه ليس لديها دليل على أن أوكرانيا تملك برنامج أسلحة بيولوجية وأوضحت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إزومي ناكاميتسو أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي أن أوكرانيا انضمت إلى حضر دولي على مثل هذه الأسلحة كما فعلت روسيا والولايات المتحدة إلى جانب 180 دولة أخرى على جانب آخر أكدت منظمة الصحة العالمية أنها أوصت أوكرانيا بقوة بتدمير مسببات الأمراض ذات الخطورة العالية الموجودة في مختبرات الصحة العامة بالبلاد لمنع أي تسرب محتمل يمكن أن ينفر الأمراض بين سكانها فعلى غرار دول أخرى كثيرة لدى أوكرانيا مختبرات لبحث كيفية تخفيف التهديدات التي تمثلها الأمراض الخطيرة التي تؤثر على كل من الحيوانات والبشر ومن بينها وأحدثها كورونا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيرشوك أن عددا من الممارات الإنسانية للخروج من البلدات والقرى الأوكرانية ومنها ميناء ميريبول الجنوبي المحاصر سيتم فتحها اليوم يأتي ذلك في إطار تمكين المدنيين من المغادرة وأضافت فيرشوك أنها تأمل في التزام روسيا بوقف إطلاق النار للسماح بحدوث ذلك لافتة إلى أن أوكرانيا تعتزم إجلاء سكان عدة بلدات وقرى في منطقتين كييف وسومي وبعض المناطق الأخرى التي تدور فيها المعارك هذا وقد أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أن لينا بيريوكا استقبال بلاده لـ 2500 لاجئ فروا من أوكرانيا إلى مولدوفا وذلك بعد لقائهما مع نظرهما المولدوفي في العاصمة كيشناو أكدت وزيرة الخارجية على التزام ألمانيا بمساعدة جيران أوكرانيا في رعاية اللاجئين لافتة إلى اعتزام إنشاء ممر عبر رومانيا لقلب الأفراد إلى ألمانيا عن طريق الحافلات يأتي ذلك فيما تجاوز عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا منذ أن شنت روسيا هجمها في 24 من فبراير الماضي إلى مليونين وخمسمائة ألف لاجئ تعتزم فرنسا استقبال 2500 أوكراني لجأوا إلى مولدوفا وذلك في إطار عملية تنسقها المفوضية الأوروبية هذا وقد أعلن وزير الداخلية الفرنسية على تويتر أن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون هو من قرر استقبال هؤلاء اللاجئين موبحا أن هذه هي أول عملية كبيرة من هذا النوع أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي أن الإدارة الأمريكية تنظر في الأزمات الإنسانية التي تسببها العقوبات على روسيا ونوها كيربي إلى عدم وجود أي تهددات وشيكة تتعلق بنعدام الأمن الغذائي في العالم بسبب الأزمة الأوكرانية لافتا إلى أن الولايات المتحدة لا ترى أي مخاوف حتى الآن بشأن الأمن الغذائي قال مسؤولنا بوزارة الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي واجه ارتفاعا في أسعار الطاقة بعد العقوبات التي فرضها على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرينيا هذا وقد أكد المسؤول الروسي أن بلاده كانت موردا موثوقا فيه للطاقة وأشار إلى استعدادها لمواجهة صعبة في هذا القطاع إذا لازم الأمر مضيفا أن الوضع في أسواق الطاقة العالمية سيؤدي إلى زيادة في ما يدفع الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات على الأقل مقابل النفط والغاز والكهرباء اتفق الرئيس الروسي بلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي أليكزاندر لوكاشينكو على خطوات للدعم المتبادل لمواجهة ضغوط العقوبات الغربية وقالت السكرتيرة الصحفية للرئاسة البيلاروسية ناتاليا إزمونت أن رئيسي الدولتين التفقاء من الناحية النظرية على خطوات مشتركة بشأن الدعم المتبادل بما في ذلك أسعار مصادر الطاقة وأضافت أن بوتين وليوكاشينكو اتفقا على توريد أحدث طرازات المعدات العسكرية من روسيا إلى بيلاروسيا في القريب العاجل أكدت شركة الغاز الطبعي الروسية جازبروم وصلت الشركة شحن الغاز عبر أوكرانيا وأضافت جازبروم أن كميات الغاز المشحونة عبر أوكرانيا لم تتغير وهي تصل إلى 109 ملايين متر مكعب في اليوم الواحد حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من فرض حظر فوري على واردات النفط والغاز من روسيا وأشارت بيربوك لخطورة تداعية هذا القرار على أوروبا مؤكدة أن الحل يكمن في اعتماد أو اعتماد أقل على روسيا في الحصول على الطاقة في أسرع وقت ممكن أعلنت السلطات الإيطالية كمجيد تجميد يختم بقيمة 530 مليون يورو تعود ملكيته لأحد الأثرياء الروس ويدعى أندريا ميليشينكو الذي استدفته عقوبة الاتحاد الأوروبي بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا وقالت شرطة الجرائم المالية الإيطالية أن ميليشينكو يمتلك اليخت بشكل غير مباشر من خلال شركة مقرها في بيرمودا هذا وقد صادرت إيطاليا الأسبوع الماضي أصولا يملكها أثرياء روس تبلغ قيمتها حوالي 140 مليون يورو قال رئيس الوزراء اليابانية فوميدو كيشيدا أن بلاده تدرس اتخاذ خطوات ملموسة لفرض مزيد من العقوبات على روسيا بالتنسيق مع أعضاء مجموعة السبع الآخرين بشأن الهجوم الروسي على أوكرانيا وأشار كيشيدا إلى أن كل دولة على وشك العمل على خطوات ملموسة في هذا الصدد معربا عن رقبته في اتخاذ إجراءات محددة بالشراكة مع أعضاء مجموعة السبع اشتركوا في القناة 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 في القناة اشتركوا 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 في القناة اهلا بكم من جديد الى نشرة الثالثة وما زلنا مع تطورات فيروس كورونا ولكن هذه المرة نتحاول الى تطورات الجائحة حول العالم افادت جامعة جونز هوبكنز الامريكية بان حصيلة الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت الى 455 مليون و244 ألفا و537 حالة هذا وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بـ 967 ألفا و165 حالة للمزيد نتابع هذا التقرير مع اندلاع العمليات العسكرية الروسية في اوكونا خفتت اخبار كورونا عن الانظار وانزوت وتصدرت صور اللاجئين الاوكرانيين وتداعيات الازمة لتنافس صور مرضى كوفيد ولقاحاته وضع اثار العديد من التساؤلات في الاذهان وابرزها هل اختفت كورونا باندلاع النزاع ام ان العالم صار عليه التعامل معها قمرض عارض مثل الانف الونزا ام ان انتشار اللقاحات خفف كثيرا من اعداد الوفيات والاصابات اولى الاجابات على هذه التساؤلات جاءت على لسان منظمة الصحة العالمية في تصريحات متعددة ومتتالية جميعها تؤكد ان الفيروس ما زال حيا يرزق وما زالت المخاوف من انتشار متحوراته الجديدة قائمة وليست مستبعدة كما اكدت الصحة العالمية على اهمية حل معضلة عدم المساواة في توزيع اللقاحات مشددة على ان تسريع وطيرة التلقيح هي صمام الامان الوحيد لاحتواء الفيروس ومن اسيا الى اوروبا مرورا بافريقيا قررت العديد من الدول رفع الكيود المفروضة لمكافحة الفيروس بكل انواعها مطالبون شعوبهم بالتعامل مع الفيروس كغيره من انواع الانف الونزا في حين ما زالت تكافح الدول اخرى لاحتواء الاعداد المتصاعدة للاصابات اليومية والوفيات ومن بين هؤلاء واولئك عادت منظمة الصحة العالمية من جديد الى التحذير من الاستهتار بالفيروس وما قد يستبعهم من ظهور سلالة جديدة اكثر شراسة ليعيد ترتيب المشهد الاعلامي من نذر حرب عالمية الى اصداء حرب علمية ضد الوباء اعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل بر الصين الرئيسي ما يزيد على 1500 اصابة جديدة بكورونا انتقلت اليها العدوى محليا اليوم ويعتبر هذا العدد الاكبر منذ تفشي المرض على مستوى البلاد في بداية عام 2020 يأتي ذلك في الوقت الذي يدفع فيه متحاور اوميكرون المدن في جميع انحاء البلاد الى تجديد اجراءات مكافحته ويعتبر اقليم جيلين بشمال شرقي البلاد هو احد اكثر المناطق تضرورا وذكر اجتماع عقده فريق العمل الحكومي المكلف بتنصيق جهود التصدي لكورونا ذكر ان على جميع المحليات تجديد اجراءات الوقاية والسيطرة والتعامل مع ذلك باعتباره مهمتهم الاساسية الاولى قالت زعيمة هونغ كونغ كاري لام اليوم ان تفشي كورونا في المدينة لم يتجاوز ذروته بعد على الرغم من ان اعداد الحالات المسجلة اليومية في الاونة الاخيرة اظهرت تراجعا طفيفا هذا واضافت لام قائلة انه حتى هذه اللحظة لا تستطيع ان تقول بارتياح انهم تجاوزوا الذروة وسجلت هونغ كونغ اكبر عدد من الوفيات لكل مليون شخص على مستوى العالم في الاسبوع المنتهي في التاسع من مارس كان معظمهم من كبار السن غير المطعمين ذكرت صحيفة لابروفانس الفرنسية المحلية ان الشرطة الفرنسية اطلقت النار على رجل بعد هجوم بسكين واصفر الهجوم عن اصابة شرطي في مدينة مرسيليا جنوب فرنسا وقالت الصحيفة ان دوافع الرجل لم تعرف على الفور ضرب اعصار مدمر شمال غربي موزنبيقة مصحوبا برياح وامطار غزيرة وخلف الاعصار عددا من الضحايا والحاقى اضرارا كبيرة بالمنازل متسببا في قطعة الكهربائي والاتصالات على وقع اعصار مدمر استيقظ السكان في مقاطعة ننبولا في شمال غربي موزنبيق عندما ضرب اعصار جنوب البلاد مصحوبا برياح عنيفة وامطار غزيرة وفقا للمعهد الوطني لإدارة مخاطر الكوارث ومصلحة الارصاد الجوية في موزنبيق خلف الاعصار عددا من القتلى كما الحق اضرارا كبيرة بالمنازل في مقاطعة ننبولا كما ادى الى انقطاع الطيار الكهربائي والمياه فضلا عن تسببه في صعوبات في الاتصال عبر الهواتف المحمولة رئيس موزنبيق اكد ان هناك مشكلات اتصال بالمناطق الاكثر تضررا محذرا من مخاطر فيضان نهر ليسونجو وفي وقت لاحق ضعفت قوة الاعصار الذي تحول الى عصفة استوائية لكنه لا يزال يتسبب بهطول امطار غزيرة في كثير من المقاطعات المجاورة لننبولا واعلنت منظمات غير حكومية عدة استعدادها لتدخل خصوصا بعدما شهدت البلاد في يناير الماضي عاصفة استوائية اسفرت عن مقتل نحو مئة شخص في مدغشقر وموزنبيق وملاوي وزنباوي اكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي سعي الحكومة المصرية بتوجيه ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة عبر برنامج طموح يستهدف البرنامج قرابة 58% من سكان مصر ويؤثر على باقي السكان وهو برنامج تطوير الريف المصري حياة كريمة واشار خلال مشاركة عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الرابع لمنتدى السياسات العامة بالقهرة اشار الى ان هذا البرنامج يسعى لاحداث تغيير شامل في حياة سكان الريف اقتصاديا واكتماعيا وبئيا بهدف القضاء على الفقر وتوفير الصحة الجيدة والمساواة بين الجنسين وتوفير مياه الشرب النظيفة وتوفير خدمات الصرف الصحي والنظافة والطاقة النظيفة بأسعار معقولة والعمل اللائق ونمو الاقتصاد والصناعة والابتكار انطلقت اليوم القافلة الطبية المجانية الى مركز الحضري بابوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتتضمن القوافل وتوقيع الكشف والفحص الطبي لاهالي مدينة ابوزنيمة في عدة تخصصات طبية وتضم تخصصات البطن والاطفال والجراحة والجلدية والاسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد وأنف وأذن وحنجرة وعيادة تنظيم أسرة ومعمل وصيدلية لصرف الدواء واجراء الفحصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبي وصرف العلاج بالمجان والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الاكثر احتياجها وصلت إلى محافظة الغربية شحنة تتكون من 12 ألف صندوق مواد غذائية للأهالي بالمحافظة يأتي ذلك كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم تأتي شحنة بالتزامن مع وصول عدد 6 شحنات محملة ب12 ألف صندوق مواد غذائية لمركز باسيون استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا من وزيرة الثقافة إناس عبدالدايم حول افتتاح قصر الثقافة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بعد تجديده وتطويره وفق أحدث النظم يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لنشر الفنون الرفيعة والارتقاء بوعي وثقافة المواطن المصري وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تتولي اهتماما كبيرا بالثقافة والفنون كإحدى أدوات القوى الناعمة التي تشكل وعي الإنسان المصري وتسهم في بناء شخصياته ضمن استراتيجية الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة لافتا إلى استمرار الدولة في دعم الأنشطة ومختلف القطاعات الثقافية في ضوء تكلفات الرئيس السيسي بإعادة تأهيل قصور الثقافة على مستوى الجمهورية لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها في نشر التوعية وتعليم الفنون للنشأ وتحصين الشباب ضد الأفكار المتطرفة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة تغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة للنقص المعروضة وتوصل المركز مع وزارة التموين التي نفت الشائعة وأكدت الوزارة توافر كافة السلع التموينية بشكل طبعي دون تغييرها مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميا بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع جمعية وكذلك توافر مغزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة كما سيتم إطلاق معارض أهلا رمضان في نهاية الأسبوع المقبل تختتم اليوم فعاليات معرض صنع في ضمياط والذي لقي إقبالا كبيرا من الجمهور كأحد ثمار التعاون المشترك بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمزيد من المتابعة ينضم إلينا الزميل كريم بيفرز كريم أصف لنا الأجواء لديك ومدى الإقبال على هذا المهرجان والمؤتمر نعم بالفعل معرض صنع في ضمياط هنا بأرض المعارض في مدينة نصر في مدينة نصر ربما هو بالفعل مهرجان ربما هو مهرجان كبير للمقبلين على معرض ضمياط والمقبلين على أثاث ضمياط بشكل عام نظرا لجودة أثاث ضمياط وسمعته دائما في الأسواق المحلية والعالمية ربما كان دائما المتعرف عليه في البيوت المصرية هو أثاث ضمياط المشهور بجوداته ولكن التطور هنا في هذه المرة هو هذه المعروضات التراثية العصرية في نفس الوقت معروضات جديدة تمزج مزيج بين التراث ومزيج بين الأشكال العصرية كان هناك إقبال كبير جدا حسب العارضين هنا في المعرض من المواطنين وأيضا في لقاء مع المواطنين كان هناك استعداد تام للذهاب لدمياط مباشرة بعد رؤية هذه المعروضات داخل هذا المعرض فربما وصل بالفعل هذا المعرض لنجاح كبير بالنسبة للمقبلين ربما على الزواج أو حتى المقبلين على تغيير الأثاث بشكل عام يعني أكثر من ستين عارضا شاركوا بالفعل في هذا المعرض على مدار عشرة أيام استقبلوا المواطنين وهناك أيضا يعني إقبال أيضا على الذهاب للمصانع الأساسية للأثاث في دمياط تحتوى المعرض على ربما الأثاث المنزلي الداخلي من غرف النوم ومن غرف المعيشة من الأثاث المطبخي المختلف بمختلف أنواعه بمختلف ألوانه ولكن أيضا يعني كان هناك حسب العرضين زيادة في الأسعار الفترة السابقة ولكن وجود هذا المعرض يكون هناك تغفيدات خاصة للمقبلين على المعارض وهي بالطبع نوع من أنواع الدعاية وتسليط الضوء على أثاث دمياط بشكل عام في محاولة لعودة السوق المصري وتسليط الضوء على أثاث دمياط في السوق المصري وأيضا يساعدهم على التسويق داخليا وخارجيا خصوصا لما تستهر به دمياط من سمعة الأثاث سواء في مصر أو خارج مصر ولقاء مع المواطنين بالفعل كان هناك يعني ربما انبهار بالأسعار التغفيدات التي وصلت لأكثر من ثلاثين بالمئة من العارضين أو حتى من المواطنين الذين أشادوا بهذه التغفيدات المختلفة وربما أيضا بالفعل قالوا أنهم سيشاركون لمرة ثانية وثالثة في هذه المعارض وحتى العارضين قالوا أن مشاركتهم في هذا المعارض كانت بمشاركة رمزية أو رمز مادي بسيط نظرا لمشاركتهم في هذا المعارض وقالوا أن بالطبع سيشاركوا في المعارض الأخرى وتمنوا أن يكون مثل هذه المعارض في المحافظات الأخرى وليس فقط القاهرة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر متواجد طوال الوقت داخل المعارض لأيضا الإشراف على العارضين وتوفير أيضا سبل التواصل بين العارضين والمقبلين على المعارض اليوم بالفعل يختتم هذا المعارض فعالياته في انتظار الكثير من المعارض بالنسبة للعارضين وأيضا المواطنين المقبلين على شراء الأفاف المختلف كريم بيبرز أشكرك شكرا جزيلا كنت معنا من داخل معرض صنع في ضميات ناقل أننا يعني بعضا من فعالياته في اليوم الأخير له شكرا جزيلا لك أصدرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع قرارا بوقف تصدير الزيوت بكافة أنوعها والفريك والذورة لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار وأكدت الوزيرة أن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين وتجارة الداخلية يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددا من الاجتماعات لوضع مقترح خطة العام المالي القادم وأكدت الوزارة أن الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2022-2023 تراعي الاستحقاقات الدستورية وتعمل على التعافي الأخضر وتنشيط القطاعات التي تدعم الاقتصاد الأخضر وتسعى الوزارة لأن تكون خطة خضراء تراعي الأبعاد البيئية كما تؤكد على الخطة الخاصة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وهي الإصلاحات التي تساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحويل مساره إلى اقتصاد الانتاجي يتمتع بمزايا تنفسية مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق التنمو المتوازن والمستدام اتقت توازيرة التعاون الدولية رانيا المشاط خلال زيارتها للعاصمة البريطانية لندن الرئيس التنفيذية لسنديق الاستثمار في المناخ مابالدا دوارتي وتعمل المؤسسة مع بنوك تنمية متعددة للأطراف والحكومات في دول النامية لتمويل الحلول للتغيرات المناخية وتناول اللقاء بحث التعاون مع صنديق الاستثمار الأقدر في إطار جهود مصر لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بهدف تطوير البنية التحتية المستدامة وحجد التمويلات التنموية والمنح لمشروعات التكايف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية استنادا إلى التجربة المصرية الرائدة في التمويل الإنمائية والتي نتج عنها توفير تمويلات بقيمة مليارين وثمانمائة مليون دولار لنحو ثمانية وعشرين مشروعا في مجال التكايف مع التغيرات المناخية استقبل وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان مانو وبيتر وتوجه الوزيران إلى حضائق القناة الخيرية لافتتاح معرض ظهور الربيع والذي تقيمه الوزارة ويعد معرض ظهور الربيع بالقناة الخيرية من أقدم معارض الظهور في مصر وتحرص وزارة الموارد المائية والري على إقامته في موعده خلال شهر مارس من كل عام ويعتمد المعرض على زهرة بذرة السناريا التي تعد من البذور النادرة وتتميز بألوانها المتعددة والزاهية وتحتاج لمجهود كبير في الزراعة والعناية نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عددا جديدا من إصداره الرابع الزراعة في أرقام واستعرض خلال هذا الإصدار أهم الأرقام الخاصة بمحصول القمح وأشار الإصدار لأن إجمالي المساحة المنزرعة من محصول القمح على مستوى الجمهورية بلغ حوالي ثلاثة ملايين وستمائة وتسعة وخمسين ألف فدان ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنتاجية المحصول هذا الموسم حوالي عشرة ملايين طن قام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير ومحافظة أسوان أشرف عطية بتفقد أول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب في كومومبو وأكد وزير الزراعة أن هذه الزراعة تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات وأضاف أن محطة كومومبو لإنتاج شتلات قصب السكر هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لإنتاج شتلات قصب السكر وأشار إلى أنه يتم تنفيذها من خلال مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع وأن المحطة على مساحة تصل إلى 26 فدانا وبتكلفة تصل إلى 120 مليون جنيه وطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة في الموسم الواحد وصلنا لنهاية نشرة الثالثة وهذا تذكير بأبرز عنوينها خلال استقباله المفاوضة العام لوكالة الأونروا الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دعم مصر المطلقة للوكالة واستعدادها الكامل لدعم مشروعتها الرئيس السيسي يؤكد تقدير مصر للتعاون مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بتغير المناخ والسكرتير التنفيذية للاتفاقية الأممية لتغير المناخ تشيد بمواقف مصر التاريخية تواصل العملية العسكرية الروسية بأوكرينيا ومحادثات جديدة بين شولتس وماكرون وبوتن لخفض التصعيد مشاهدين وصلنا إلى ختم هذه الجولة الإخبارية من التلفزيون المصري نشكركم على طيب المتابعة شكرا لكم ودمتم سالمين اشتركوا في القناة